أهلا بكم تستعد بلدة العيسوية شرق القدس الشرقية لتشيع جثمان الشاب محمد سمير عبيد الذي قتل برصاص أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية قبل أيام وذكر مراسلنا أن التشيع سيتسنى شرط عدم رفع المشاركين الرايات الفلسطينية والأعلام وعدم إطلاق الألعاب النارية وذلك بعد أن تسلم أسرة الشاب مبلغا ماليا لضمان عدم الإخلال بالشروط التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية من العيسوية ينضم إلي مراسلنا مروان عثام أهلا بك مروان أولا هل بدأت مراسم التشيع والواضح أنك موجود في مقبرة القرية نعم شرين نحن نتواجد في مقبرة القرية أمطار قريلة عن اللحد الذي سيضم رفاة محمد عبيد الذي قتلته الشرطة يوم الخميس في هذه الأثناء يتم تغسيل جثمان الشهيد والصلاة عليه والبدء في مراسم التشيع بشكل رسمي بعد أن قامت العائلة باستلام الجثة من قبل الجانب الإسرائيلي حيث خرج موكب يضم العشرات أو المئات من أهالي البلدة الذي صار باتجاه المدخل الشرك من البلدة لاستكبال جثمان محمد حيث سمر الموكب من أمام بيته وصولا إلى المسجد ومن ثم إلى المقبرة حيث يغسل كما ذكرنا الآن كمقدمة لدفنه لاحقا بعد دقائق قيلة طيب ما هي الشروط التي فرضت على أسرة الشاب ويعني بالفعل هل تسنى لك معرفة هذه الشروط وهي ليست جديدة عادة في مثل هذه الحالة شريم بداية الشرطة الإسرائيلية كانت قد اشترطت على العائلة أن يتم الدفن في مقبرة صلاح الدين وبحضور خمسين شخص وفي ساعات الفجر الأولى ودون أي شعارات أو أي دلائل لجنازة جميع العائلة رفضت جميع هذه الشروط حيث تنازلت وفي مقابل تهدتت بتقديم التماس للمحكمة العليا لتحرير الجثمان في المقابل تراجعت الشرطة عن شروطها هو طالبت الشرطة بوضع ضمانة مالية بقيمة خمسين ألف شاكل كضمانة لعدم إطلاق المفرقعات أو إطلاق النار ووجود ملثمين ورفع شعارات الفصائل الفلسطينية المختلفة مختلفة إلى جانب عدم ترديد الشعارات الوطنية والاكتفاء بالشعارات الدينية وما إلى آخرين هذه الشروط وقعت عليها بالفعل العائلة حيث تسنى لها بعد ذلك تسلم الجثمان من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يذكر أنه قد احتجز الجثمان منذ يوم الخميس بعد أن أطلقت النار عليه من قبل أحد أفراد الشرطة أثناء مواجهات التي نشبت في البلدة في أعقاب وقفة احتجاجية كانت قد شهدتها البلدة احتجاجا على استغزازات الشرطة الإسرائيلية المستمرة طيب موافقة الشرطة الإسرائيلية على تسليم الجثمان وتشيعه خلال ساعات النهار هل تقول هذه المعطيات أي شيء عن طبيعة البلدة؟ بطبيعة الحال شرين العيسوية حتى الآن لربما بقيت البلدة الأخيرة أو أحد البلدات الأخيرة التي ظلت على حالها في قضية مقارعة الاحتلال وعدم الاعتراف بسيادة الإسرائيلية كما تريد السلطات الإسرائيلية أهالي القرية من خلال حديث لنا معهم خلال النهار أوضحوا أنه في أعقاب الاعتراف الأمريكي بضم القدس الشرقية وباعتراف القدس كعاصمة لدولة إسرائيل بدأت الشرطة الإسرائيلية بتضييق الخناق على أهالي القرية وعلى القرية عموما من خلال مختلف الخطوات التي تكون بها بالتنسيق مع سلطات إسرائيلية أخرى كبلدية القدس الغربية وكسلطات الضرائب الإسرائيلية المختلفة في محاولة منها كما أسماها أهالي القرية لإخناع وإخضاع أهالي البلدة والاعتراف بأسيادة الإسرائيلية وباعترافهم أن هذه البلدة هي جزء من القدس التي هي عاصمة لدولة إسرائيل طيب مروان سؤال أخير قبل وصولك إلى هذا المكان هل لوحظ حضور كبير وتعزيز كبير لقوات الشرطة الإسرائيلية في القرية بطبيعة الحالة تواجد الشرط الإسرائيلي المكثف كان موجودا وعلى الدوام يبقى متواجدا في جميع أنحاء البلدة وعلى مداخلها كافة منذ صباح منذ أن وصلنا هنا كانت الشرطة الإسرائيلية منتشر بعدها وعديدها ومختلف وحداتها الراجلة والمحمولة والقوات الخاصة وما إلى ذلك من الوحدات الشرطية المختلفة الآن مع تشييع أو البدء بتشييع الجثمان الشرطة الإسرائيلية انسحبت من مداخل البلدة وأخلت مواقعها وانتشرت في التلال المحيطة التي يمكن مشاهدتها لربما من خلفها حيث يمكن مشاهدة الدوريات الإسرائيلية المنتشرة بكثافة في محيط البلدة في التلال المحيطة في البلدة المقابلة للجامعة العبرية حيث تنتشر هناك بصورة كبيرة لربما استعدادات أو لربما أيضا شيرين من الواجب ذكر أن الشرطة الإسرائيلية بعد تعهد الذي وقعته العائلة هددت العائلة بينهم في حل خرقت العائلة ولم تنفذ شروط الاتفاق فأن الشرطة الإسرائيلية ستدخل بقوات معززة تبلغ أكثر من 300 فرد لداخل العسوية وتنفذ اعتقالات وإجراءاتها التي قد قامت بها في السابق أشكرك جزيل أشكر الزميل مروان عثام وبطبيعة الحال ستكون لنا وقفات أخرى خلال هذا اليوم معك من بلدة العسوية